في مكسب مهم جداً النهاردة للأهلي ولازم كنا نركز عليه في الساعات اللي فاتت وحتى في الساعتين اللي قبل المباراة قهربة وجود قهربة مع النادي الأهلي أمام الزمالك مكسب للأهلي التاريخ بيقول كده لأن قهربة مع الأهلي قدام الزمالك لعب ثلاث مباريات الأهلي لم يخسر مبارتين فوز ومباراة تعادل طب نروح لأبعد من كده قهربة فمشاركته مع الأهلي هل معدل أهدافه أكتر من الزمالك ولا لا لو خدناها بالقياس بعدد مباراة قهربة مع الأهلي بالمقارنة مباراةه مع الزمالك لأ نسبة أهداف قهربة مع الأهلي أعلى من الزمالك وبالتالي ورأة ربحة مهمة جداً جداً والعامل النفس والزهني بهذه النتائج وبهذه الأرقام بيتفوق فيها الأهلي وقهربة على نادي الزمالك دي عنوين مهمة جداً كان لازم نبدأ بيها وإحنا بنتكلم على مباراة القمة ممكن نسبة مشاركة قهربة مع الأهلي في التشكيل الأساسية لا تتخطط 48 أو 49% ولكن عدد أهداف قهربة تخطط حوالي 19 هدف خلال فترة وجوده مع النادي الآلي خلال آخر سنة تلكت منهم كمان فترة معارفة فيها إلى الدور التركي ولكن في المقابل لعامل مع الزمالك عدد مباراة أكتر ولكن نسبة الأهداف أقل من نسبة مشاركاته مع النادي الآلي في الفترة السابقة حتى على المستوى القري نتذكر نهاء القرن في 2020 شارك في الجزء الأخير من مباراة الأهلي والزمالك والأهلي فاز بدوري أبطال إفريقيا وكهربة حقق مع الأهلي اتنين دوري أبطال إفريقيا وسوبر إفريقي وكان موجود مع الأهلي في كأس العالم للأنداء اللي أقيمت في الدوحة وبالتالي إن شاء الله بإذن الله يعني العامل النفسي مهم جدا بالنسبة لي كل الأهلوية بوجود كهربة أو عدم وجود كهربة الأهلي إن شاء الله يكون بمنحضر ويكون جاهز بشكل جيد جدا وعندنا ثقة إن مارسل كولر باستراتيجية اللعب اللي بيلعب بها أمام الزمالك في لقاء السوبر قدر يفوز على فيريرا ويفوز على الزمالك ودي كانت المواجهة الوحيدة اللي ما بين السويسري مارسل كولر مع البرتغالي جيزوالدو فيريرا إن شاء الله بإذن الله يكون النادي الأهلي موفق في مباراة النهاردة